عدنا سؤال بعد كده من حساب ما ذكرش اسمه بيقول زوجي أو بتقول بقى زوجي منس الزواجي من 16 سنة ربنا يبارك في الجواز ده لم يركع ركعة إلا يوم واحد بالتقريب يا سلام يوم واحد بس ولا يحب الاستحمام أسفى في اللفظ حتى التطهر من الجنابة يمكس أيام ويخرج لعمله وهو على جنابة ويمنعني أعمل خير لأحد ما حكمه وأنا ليس لي مأوى غير بيتي مع بناتي أول حاجة الحالة اللي أنت بتقوليها دي حالة صعبة شوي مياس حالة سالة على حد بيحب النظافة وخاصة لو كان كمان عنده وسواس نظافة فهي حالة ما أظنش أن هي سالة أمر الثاني هي حالة صعبة كمان على حد بيحب البركة والتدين أنه يعيش مع حد ما بيصليش خالص مش بس ما بيصليش بيحيش كمان في مسألة العيش مع شيء مقزس بتتقزز منه النفس ما بنتكلمش على تعارضه أو نجاسته لكن الشيء المقزس أن الإنسان يعيش وعنده جنابة فهو حاسس أنه هو مش هيقدر يصلي مش هيقدر يتلو القرآن فهو في حالة صعبة قوي حالة مش حلوة أنا معاك أن هي حالة مش حلوة لكن أنت سألتيني إيه حكمه حكمه أن الشخص ده مرتكب لكبيرة هو مش منكر للصلاة طب أنا جبت منين أنه هو مش منكر للصلاة لو أصلى قبل كده لكن هو يبدو أنه هو متكاسل يبدو أنه هو مش عارف قيمة العبادة في حياته أو يبدو أنه هو ممكن يكون عنده اضطراب نفسي لأن الكلام اللي حديك بتقوليه ده أحنا شفناه شفناه لما حد بيجي يشتكننا وعنده نفس الحالة دي في مركز الإرشاد الزواجي بدال الإفت بيبقى الشخص ده احتمال كبير جدا جدا لما يرتب الدب ده احتمال أنه يكون عنده الطراب احتمال أنه يكون عنده إحساس بأنه هو غير أهل للصلاة غير أهل للعبادة احتمال يكون عنده نفور من الصلاة والعبادة لأنه قابل حد يسبب له ترومة في حياته بسبب أنه كان مدعي الصلاة ما يهمنيش ده كله أنا يهمني أن أنت مش هتقولي أن أنت جوازك بطل لأن مع واحد ما بيصليش لكن أنت مع واحد لازم يبقى فيه تدخل مش لازم يبقى فيه تدخل عشان بيتك بيخرب لا لازم يبقى فيه تدخل عشان البركة عشان النور عشان الطاعة عشان الحياة عشان الأولاد اللي بيتربوا لازم يبقى عندهم قدوة وكلام كلام لهذا الرجل اللي بيسيب ده كله لازم الأولاد يتربوا على الجمال لازم الأولاد يتربوا على القرب من الله الوصل بالله إزاي يحصل الوصل ده وإنت ما بتصليش إزاي يحصل الجمال ده وإنت ما بتهتمش بنظافتك الشخصية ومو بتهتمش بأن ربنا جعل هذا الأمر عشان نبقى دايما في حالة جمال على فكرة وجدنا ان الناس اللي ما بيهتموش بنا في نوافطهم الشخصية حياتهم ما فيهاش رفق حياتهم ما فيهاش جمال ليه؟ بيبقى حاسس كده انه هو شخص وكأنه منبوز وعشان كده انا اقول لك شوية حاجات زوج حضرتك محتاج استشار محتاج استشارة محتاج دعم نفسي بالوصف اللي حضرتك بتقديه ده ده شعوري ده احساسي ده اللي انا شفته من الكلام اللي انت بتقديه ما حدش يجي يقول بقى هو انت كل واحد ما بيصليش بمحتاج دعم نفسي انا ما قلتش كده انا قلت عشان الحالة دي والزوج دي استشارة خاصة بالسؤال اللي عندي ده يعني التركيبة كده احنا محتاجين دعم نفسي يعني هو مريض نفسين انا ما قدرش اقول كده لكن انا بقول محتاج دعم نفسي لان فيه حاجة فيه مشكلة وانا اظن ان انت كل ما بتشوفيه كنت يعطوليه انا زهيت بس كل ما كنت بتشوفيه كنت بتوقفيه وتقوله الصلاة وبتقوله النظافة الشخصية وبتقوله كده اذا فيه حاجة حاجة قوية في حياة هذا الشخص تحتاج منه انه هو نرجع لاستشاري يبقى ايه اللي حاصل احنا محتاجين حد عاقل حكيم يقوله ان احنا لازم نعمل كده عشان اولاده عشان كل الاسباب اللي انا قلتها في ده كل الاسباب اللي انا قلتها الاولاد والحياة والجمال والتربية والقدوة وحب البيت كل ده مهم جدا انه هو يعمل كده لكن الشخص ده لازم نقول انه هو مرتكب الكبير ولكن هو محتاج تعديل سلوكي فده مسألة مفهاش خيار عشان بس نبقى واضحين انت تستمر ولا لا استمر لي اجتهدي لان ربنا رابط بينك وبين هذا الرجل بمثاق غليص حاولي تسعديه انه يتغير بعد 16 سنة ولو بعد 20 سنة حاولي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبلك الصلاح والهداية السؤال البعده من حساب عادل احمد بيقول انا بصلي الفجر مع زوجتي هل تحسب صلاة جماعة وشكرا افادكم الله اه هتحسب صلاة جماعة لان صلاة الجماعة تحسب بي اثنين اقل صلاة الجماعة اثنين فاذا كنت بتصلي مع زوجتك صلاة اه صلاة الجماعة فدي صلاة يطلق عليها فمن صلى اه العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها يبقى ايزا دي هتحسب صلاة جماعة سؤال من حساب سمر بتقول لو سمحت يا دكتور انا هبدأ شغل في شركة لتمويل المشروعات من تنهية الصغر وهتقوم الشركة على دراسة جدوى ودراسة مالية للمشروع وسمعة العميل والتزامه وجهده في نشاطه وتكبيره وهيكون فيه متابعة دولية على المشروع بالفعل وعدم تمويل مشروعات محرمة فعلي وعد ذلك ربة ومشابه من ذلك وهل مرتب في ذلك في شيء من حرمانية ارجو الرد على ذلك يا دكتور بشكل واضح هذا العمل حلال واللي بيحصل ده اسمه تمويل وليس قردا ده مش قرد ده تمويل وهذا التمويل جائز لانه نوع من انواع المشاركة مش الشركة المشاركة حد بيشارك هؤلاء الناس اللي بيعملوا مشروعات من الصغيرة ومتناية الصغر فلاه الحق ان يحصل على جزء من الريع وجزء من الربح لده وعشان كده ده عقد جديد اسمه عقد التمويل ولذلك هذا العقد جائز وليس فيه شبهة وده واضح وعلى ذلك مرتبك هيكون حلال وليس فيه شبهة مطلقا وارجو ان احنا الكلام ده يكون واضح عشان ببساطة خالص ما نفسدش على الناس لان الشخص اللي بيقول حرام بيقع في الاسم زي الشخص اللي بيقول حلال اذا كان الاثنين ما عندهم شعل ولا تقولوا لم تصفوا السنتكم الكذب هذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب يبقى اذا ما نقولش كده واذا هذا المشروع حلال وليس فيه شبهة فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا على الناس ارزقهم لان الله سبحانه وتعالى وسع على الناس فلا تضيقوا عليهم ترجمة نانسي قنقر